اشتركوا في القناة اوتيت من قوة من دون جدوى صوتي لا يسمع وأبجديتي خرساء لا تفهم أعزف لروحي لحنها الحزين الوفي الذي ما فرقها منذ أن اكتشفت أن في أعماقها نوتات راقصة وصاخبة تعزف أحاول الابتعاد عن حياة ليست لي والاقتراب مني من من أكون من ذاتي وروحي وقدري يوما بعد يوم لكن هذا السفر بات طويلا يا أمي لكن هذا السفر بات طويلا يا أمي ولم أعد أقوى على إخفاء خوفي جزعي وذعري من الاستيقاد في آخر حياتي لأكتشف أنني كنت بعيدا عن من أكون حقا خائفة من أن أصبح هيكلا وجسدا يعيش بلا حياة خائفة من فقد القدرة على البكاء على الإحساس خائفة من أن أصبح حجرا صامتا خائفة من فقدان الأمل وشغف الحب خائفة من فقدان من أحبهم وفقدان القدرة على تقبل ذلك لأتركهم يرحلون إلى حياتهم الأخرى خائفة يا أمي خائفة من خوف يشلني ويدفئ نوري لماذا؟ لماذا تهتز روحي لكل نوتة موسيقية لكل قافية شعرية لكل لحن خفي لكل رقصة صوفية لكل صرخة قلم أبي لماذا؟ لماذا أستجيب لألوان الحيات وللحيات رغم خوفي وغصة في قلبي وروح منفية لماذا لا أكف عن تذمري وأستقيل فقط أنا التي اتخذت لاستقال تعالى بالقطيع مهنة جدية لحبيب ينعتني عند ضجري بالأنانية ربما هذا هو سبب عدم قدرتي عن التوقف عن كتابة تدمري وتناقضاتي وحياة المنسية فاعذروني اعذروا قلمي وأبا جديتي فهذه أنا بكل ما أتيت من فوضى وهذه معركة اليومية